بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم في درس جديد من دروس الديسكريت ماف النهاردة هنتكلم عن موضوع شيد جدا اللي هو الجرافس كلنا نعرف يعني جرافس وتعملنا معاه وعارفين اهمية الجرافس في كمبيوتر سانس بشكل عام النهاردة بقى هنتكلم على الجرافس بشكل علمي هنعرف معلومات جديدة ان شاء الله بإذن الله مع بعض من خلال دراستنا للجرافس تعالوا كده نشوف هنتكلم في الجرافس ونشوف بعض التعريفات المهمة جدا في الجرافس اول حاجة بيقول لي ايه هو الجرافس يا شباب او انا بعرفه ازاي بقول ان الجرافس هسادي له اسمه لكم جي في حاجتين اساسيتين في ايه جرافس يا شباب اللي هو اللي فيه المقصود بال يا شباب اللي هي بتاعت الجرافس شايفين دي اسمها الرؤوس كده دي بسميها ايه ده كده هو جرافس تمام اه دي الرأس ده اقدر اقول عليه اسمه مسلا وليكن بي وان ده بي تو ده وليكن بي سري يبقى الجرافس اللي قدامنا ده فيه كم رأس يا شباب فيه كم فيرتيكس ثلاثة فيرتيكس فيه كم ايج اهو ايج اهو مينفعش فيه جرافس وما فيهوش ايجيز طيب والايجي قلنا يعرفناه اللي هو ايه يعني لازم ايجي يكون ما بين ايه طيب طيب هنا فيه شباب انواع معينة من الجرافس دي موجودة في ربارك رقم واحد تمام تمام احنا في دراستنا هنا هنتعرض ليه للفاينايت جراف يعني عدد البرتسيز محدود ولكن بي نبهنا هنا او بيدينا ريمارك انه ممكن يبقى فيه عندي جراف اه يبقى لو انا هنا اوط عندي يا شباب جراف تمام عشان يبقى سيمبل يبقى من فيه فيه ايه فيه واحد بس يعني فيه طريق واحد واصل من من الى طريق واحد بس ده لو كل الدنيا كده بسميها لوائب اذا معناها بالمقابل لو انا لقيت على سبيل المثال جراف فيه واللي يكون هدي في وان وفي تو لقينا فيه خطين واصلين من في وان لفي تو ها كده او اكتر هل ده يعتبر سيمبل لا ده كده ما يعتبرش سيمبل لكن ده يعتبر سيمبل طيب كده نفرق ما بين السيمبل الجراف والايه والجرافز الاخرى اللي هي طيب طيب تعالوا نشوف ايه تاني برضو من التعريفات الهامة اقدر استخدم الجرافز يا شباب زي ما احنا شايفين فان انا اعمل بها مودل لمسائل كتيرة فهنا على سبيل المثال ادي شبكة ما بين المدن وبعضها اقدر لانا نمثلها بشكل الجرافز زي ما احنا شايفين هتلاحظ ان عمنا كل فيرتكس هنا حطت اسم اسم مدينة من المدن زي ما احنا شايفين يبقى ازا تمثيل الجرافز اقدر لانا استخدمها في ان اعمل بها مودلينج لزي شبكة شبكة طيران شبكة معصلات وما الى زي ده احد الايه احد الاستخدامات يعني عشانا احنا نقرب برضو بضوع احنا ليه بندرس الجرافز او ايه بقى اللي تطبق طيب ايه تاني برضو من الحاجات اللي احنا عايزين نفهمها بيقول لي فيه تعريف اسمه المالتي المالتي ايجز او بسميه الايه المالتي جرافز امتى يكون فيه عندي او مالتي جرافز او يعني هنا بصوا هنا كده ما بين المدينة دي والمدينة دي زي ما تفحأه فيه كم خط ها فيه كم وصلة فيه كم ايج آه ثلاثة ايج يعني اكتر من واحد ايوة اذا الكلام ده اتحقق فانا بقولle على الجراف ده شباب ايه مالتي جراف تمام بقوللي عليه مالتي جراف وبقول ان الجراف ده فيه ايه مالتي ايجز مالتي ايجز يعني ايه يعني هنا فيه اكتر من ايج وصل ما بين ايه نفس النقطتين ولتكن دي هسميها V1 و V2 هتلاحظ ما بين V1 و V2 في كم إيج؟ 3 إيج طالما أكتر من واحد فبسميه مالتي جراف برضو لو إحنا لاحظنا ما بين شيكاغو ونيويورب في كم؟ آه في أدي واحد أدي إيه؟ إتنين مش كده؟ يعني أكتر من واحد فبالتالي قدر أقول إن ده إيه؟ مالتي جراف وبسمي الاتنين دول إيه؟ مالتي إيجز طب هل ده يعتبر سيمبل؟ لا ده كده ما يعتبرش سيمبل تمام؟ قلنا عشان يكون سيمبل لازم ما بين أي فرتكس وفرتكس تانية ها أيوة في أيضا ممكن اللي أنا ألاقي في الجراف حاجة جديدة اسمها اللوب اللوب إيه يعني يا شباب؟ يعني إن أنا نقطة من هنا خارج منها وداخل تاني شايفين؟ أهو قص هنا كده خارج وداخل دي لوب هنا داخل وخارج ها ها فرج من النقطة ورجع لها تاني إن خارج من النقطة ورجع لها تاني خارج من النقطة ورجع لها تاني فدي عشان ما بقى سبب بسميها لوب بسميها لوب في معلومة برضو عايز أوضحها لحضراتكم يمكن أنا ما لقيتهاش يعني واضحة أو في الكتابة أو في المذكرة موضوع يا شباب اللي ايه الدجري بتاع اي فيرتكس اي فيرتكس يا شباب ليها حاجة اسمها دجري تمام؟ طب الدجري ده بحسبه ازاي قال لي عدد الاتجز اللي خارج منها عدد الاتجز اللي خارج منها هو ده الدجري بتاع ايه؟ بتاع الفيرتكس دي طب تعالوا ناخد مثال كده على جنب وبعد كده نرجع للشكل اللي قدامنا يعني نفرض مسلا على سبيل المثال اهو كده عندي جراف بهذا الشكل تمام؟ ادي ولتكن فيرتكس وان ده وليكن فيرتكس تو ده وليكن فيرتكس سري ده وليكن فيرتكس فور هنا يا شباب دي فيرتكس وان ها فيه كان اي جي خارج منها؟ تلاتة بالتالي تبقى الدجري بتاعتها بكام؟ بقول ان الدجري تعالوا ننزلها بالرمز دي تساوي تلاتة هنا الدجري كام؟ ها دي تساوي اتنين ليه؟ لان خارج منها اتنين اتش دي يا شباب الدجري بتاعتها يساوي كام؟ دي تساوي تلات ليه؟ خارج منها تلاتة اتش دي الدجري بتاعتها يساوي كام؟ ها دي تساوي اتنين الدجري بتاعتها يبايز انا الدجري بقيس وبيدنانا بوقف عند الفيرتكس دي وعد كام اتش خارج ايه؟ منها او داخل فيها طبعا بالنسبة لي هنا هو طلامة هي مش دايريكتد يعني ما فيش اتجاه فايه دي على طول بعد عدد الاتجاد وخلص طيب بس في ملخوزة بقى نفرض ان في عندي اللوب اللوب بيتحسب باتنين يعني ايه بتحسب باتنين تعالوا كده نشوف اهو لا نفرض اللي انا عندي اهو نفس الرسمة هي كده او حاجة رهيبة منها كده اهو تمام تعالوا نشوف دي دي كده في الوضع الطبيعي الفيرتكس دي فيها ها الدجري بتاعتها بكام بتلاتة ليه عدد ادي واحد اتنين تلاتة لكن لو فرضنا اللي انا هضف لها لوب كده يعني ها زي زي اللي احنا تعلمناه ساعتها يبقى الدجري بتاعتها بكام يا شباب ساعتها يبقى الدجري بخمسة يعني اللوب تزودها اتنين يبقى هنا هو تادي واحد اتنين تلاتة واللوب دي بكام بتنين يبقى الدجري في حالة اللوب دي بالنسبة للV. هنا في الحالة يتساوي كان خمسة. عبيت بس اناوه لموضوع الدجري ده. على اساس ان هو ممكن يكون مش مذكور صريحة او صراحة في السلايس العام. ايه تانية يا شباب من التعريفات? برضو في عندي حاجة يا شباب اسمها السودو جراف. بيقول لي قد يكون فيها ومالتيبل ايجز. خلاص فهمنا يعنيه لوب. تمام? وفهمنا يعنيه مالتيبل ايج. ده بسميها سودو جرافز. بسميها سودو جرافز. يبقى الجراف اللي هي فيها لوبس او فيها مالتيبل ايجز. تمام? بسميها سودو جرافز. الجرافز اللي فاتت يا شباب كلها بقول عليها انديريكتب. يعني تعالوا نبصوا كده يا جرافز اللي فاتت. حاجة زي كده. هنلاحظ مفيش اتجاه مثلا بين سان فرانسيسكو ولوس انجلوس. مش كده مفيش اتجاه. مشيت كده او مشيت الناحية التانية. زي سيب. لا كفاية. دي بقول عليها مفيش اتجاه معانا للطريق. تمشي فيه من سان فرانسيسكو للوس انجلوس. او العكس مفيش اي مشكلة. لكن في بعض يا شباب انواع من الجرافز بيبقى فيها اتجاه. اتجاه باعلمه هو. يبقى كده. لو انا حطيت ساهم كده يبقى معاناها الاتجاه فقط من سان فرانسيسكو لليه. بس ما ينفعش امشي العكس. فلو انا حطيت اتجاهات يبقى بقول علي الجراف ده دايريكتد جراف. ما حطيتش اتجاهات يبقى بيسميه ان دايريكتد جراف. يبقى دي برضو عشان نعرف ايه انواع الجرافات ايه او الجرافز اللي حم تعمل معها. يبقى فيه نوعين ان دايريكتد وفي دايريكتد جرافز. كل اللي فات اللي حم تعلمناه ان دايريكتد جرافز. لان ما فيش اتجاه في الاج ازاي اتحرك عليه. يا طرى مسلا من سان فرانسيسكو للوس انجلوس. ها هو ده الاتجاه الرئيسي ولا ينفع اعكس وامش العكس. ازا ما فيش اتجاهات يبقى بقول عليه. حطيت اتجاهات يبقى دايريكتد جرافز. ادي تعريف او شباب دايريكتد جرافز زي من حتى فانا. زي ما قولنا ان انا بيبقى عندي نقطة ادي مسلا يو في تو فيرتكس. اوكي? بيبقى بخطوط هنا اتجاه. اه. يبقى هنا مسلا ده من اليو للفي. يبقى ازا هذا الاج ماشي من اليو ما ينفعش العكس. ده لو انا ايه دايريكتد جرافز. اه لو كانت دايريكتد جرافز يا شباب ما فيهوش لوبز. نو لوبز. and has نو ملتبل دايريكتد ايجيز. يعني مفيش حاجة وصلة من هنا اكتر من حاجة. بقول عليه برضو سيمبل دايريكتد جرافز. يبقى امتى يبقى سيمبل? بشكل عام. عشان يكون سيمبل سواء دايريكتد قد دايريكتد مفروض ما يبقاش فيه لوبز. ولا يبقى فيه مالتي ايجيز. تاني بذكركم يعني ايه مالتي ايجيز? يعني انا من نقطة لنقطة او من الفيرتكس لفيرتكس. ما يبقاش فيه ها طريقين وصلين كده. ما يبقاش فيه كده. لو ده موجود يبقى ده كده ايه ما ينفعش يبقى سيمبل. تمام? طيب. ليه احنا ها هنا دايريكتد? ايه عشان هنا في ايه? اذا كان فيه اتجار. بيحدد الاتجار. تمام? يبقى اذا عشان يبقى سيمبل دايريكتد جراف. طبعا دايريكتد يبقى لازم فيه ها هنا الاتجار. وعشان يبقى سيمبل يخلو. لازم يخلو من اللوبز. ويخلو من المالتيبل ايجيز. ما يبقى فيش لوبز ولا مالتيبل ايجيز. طيب. لو فرضنا ان فيه أو مالتيبل إجز بساميه ساعتها ايه مالتيبل دايريكتد إجز جراف تمام لو هو في مالتيبل دايريكتد إجز يعني في إجز متكررة من نقطة لنقطة بساعتها بساميه دايريكتد ايه مالتي جرافز دايريكتد مالتي جرافز طيب لو هو في بعض حاجات لها اتجاه يعني بعض إجز لها اتجاه وبعضه ملوش اتجاه تمام ساعتها بقول عليه mix graph بقول عليه mix graph mix graph يبقى فيه بعض edges لها اتجاه وبعض edges بدون اتجاه هنا هو يا شباب بيوضح لي table اللي قدامنا ده انواع graphs عندي simple graph edges بتاعته قد تكون undirected لما فيهاش اتجاه مفهوش لا يحتوي على multiple edge لا يحتوي على loops يبقى ده ساعتها اقول عليه simple undirected graph طيب فيه multi graph undirected يعني بدون اتجاه ممكن انه هو يحتوي على multi edges ولكن مش مسموح انه يحتوي على loops loops make not allow فين في المulti graph multi undirected graph يبقى ممكن يحتوي على multi edges لكن لا يحتوي على ايه loops مش مسموح طيب اما pseudo graph undirected مسموح ليكون فيه multi edges ومسموح ليكون فيه ايه كمان ايوان خلي بالنا loops يبقى loops والmulti edges لو مسموحين بسمي اسمه ايه pseudo graph الفرق ما بينهم بين المulti graph هو في الجزئية دي بتاعة اللوب اقفل في السودو كود يسمح باللوب اما في المulti graph لا يسمح باللوب طيب ده كلهم الحاجات اللي ايه الان directed تعال خش على التلاتة directed اللي هم ليهم اتجاه ممكن يبقى simple directed graph برضو نفس الموضوع لا يسمح فيه بالmulti edge ولا يسمح فيه باللوب طيب directed multi graph يسمح فيه باللاتنين يسمح فيه بالmulti edges ويسمح فيه باللوب ميكسد جراف يعني directed في بعض حاجات وان directed في بعض حاجات تمام والميكسد جراف يسمح فيه بي انه هو يكون فيه multiple edges ويسمح فيه ايضا يكون فيه لوب كده احنا بميزنا انواع الجرافز اللي احنا ممكن نشوفها او نتعامل زي ما اتفقنا اللي احنا ممكن نستخدمها او نحنا نعمل موديل لأشياء معينة زي social network وما الى ذلك يعني او التطبيقات بتاعة الجرافز واسعة وكتيرة وفي مجالات كتيرة نقدر نستخدم طيب تعالوا نشوف بعد كده بعض ايه الجراف موديل على سبيل المثال علاقة مثلا ما بين اصدقاء وبعضهم friendship وفي عندي influence طب ايه الفرق ما بينهم تعالوا كده نشوف هنا مثلا بيقول لي والله انت مثلا لو عايز تقول مثلا والله ان جان وكاميني دول اصدقاء فانت بتوصل ما بين ما بين الفيرتكس ده والفيرتكس ده بتعمل يبقى معنى كده اللي تندل ايه تربطهم صداقة معينة ما بين جان وبولو وبولو في صداقة يبقى اذا بتوصل بينهم بايه بإيج وهكذا يبقى اذا هنا اقدر اننا استغل لهذا الجراف في اننا ايه احدد علاقات الصداقة او ما بين ايه بعض الاصدقاء طيب هنا في الشكل ده ده طبعا undirected graph مش كده influence graph يعني مثلا اقول ان فلاني الفلاني ده ليه تأثير على الشخص ده والشخص ده ليه تأثير على الشخص ده والشخص ده ليه تأثير او influence على الشخص ده بناء على ليه على اتجاه الجراف فاذا لانا ممكن اتخيل بقى من الحاجات بقى المهمة جدا يا شباب ان انا دائما طبعا انتو عارفين في اي مسألة او في اي حاجة فيها حركة على الجلافس او كده بدور على حاجة اسمها الشورت استباث الشورت استباث بروبلم ايه موضوحها ان انا بيبقى عندي من نقطة لنقطة ايه محطوط حاجة اسمها الويت ده بسميها ويت الجلاف ويت الجلاف يعني يا شباب يعني مثلا اقول انا بتحرك من فيرتكس معينة لفيرتكس تانية وليكن من فيرتكس ايه الى فيرتكس بي بحط عليها رقم معين وليكن هي حطت خمسين يبقى دي ما بتقول عليها ويت الجلاف يعني محطوط الويت او الكوست دي معانا لما بتحرك من ايه لبي مثلا بقطع مسافة مثلا خمسين كيلو او بتكلف مثلا بدفع خمسين ريال المهم دي اسمها ايه يا شباب اسمها الكوست كوست يعني تكلفة الحركة من الفيرتكس ايه الى الفيرتكس ايه الى الفيرتكس بي تمام؟ قد يكون مسافة قد يكون رسوم ايا كان انا طبعا هدفي على سبيل ان انا اقل القدر الامكان الشرط استباس يعني لما مشيت نفرض اللي احنا عندي مثلا شبكة بتاعة مواصلات شبكة بتاعة طيران مش كده عايز اوصل من مكان معين الى مكان اخر من خلال الشبكة دي تمام؟ تمام؟ هدف ان انا ادور على اقصر ما صار ممكن مش كده ليه عشان ادور على الاقل تكلفة ممكنا فدي يا شباب بسميها الشورت استباف بروبلم الشورت استباف بروبلم اللي انا بقى بحث عن اقصر طريق من الستارت بوين لحد الاند بوين اوكي؟ اهو زي ما احنا شايفين نفرض ان انا على سبيل المثال بالشكل اللي قدام حضراتكو دي عايز ابتدي الحركة بتاعتي او رحلة بتاعتي من النقطة ايه؟ على الجراف ده لحد ما اوصل للنقطة زد يا طرق بيقول لي امشي ازاي واتحرك ازاي بحيث ااخد الشورت استباف اقل ايه؟ تكلفة ممكنة اتفحها طبعا اللي قدامنا ده ويت الجراف ليويت الجراف محطوط الكست بتاع كل ايج تتحرك من المثال من بيل سي في كست ثلاثة تتحرك من سي لزد في كست اتنين يبايزة اللي بطلوب مني اللي انا اعمل منيمايزيشا للكست اتحرك من نقطة البداية اللي هي الستارت بوينت لحد نقطة الفاينال اللي هو عندي زد ولكن باقل تكلفة ممكنة طيب يا طرق الطرق هنا اللي قدامي عشان اتحرك من ايه زد؟ ايوة ممكن واحد يقول لي والله انا همشي ايه بي تمام؟ سي زد ايه بي سي زد نيجي نحسب المصار ده يا شباب ايه بي سي زد يا طرق البصار ده يكلفني ادي ايه؟ ايوة ادي اربعة تلاتة سبعة سبعة واثنين كان يطلع مثلا تسعة مثلا طب واحد يقول لي لا والله انا هتحرك على مصار تاني همشي وليكن من نقطة ا لدي لدي ثم زد طب تعالوا نحسب التكلفة من ايه دي اتنين من وثلاتة خمسة خمسة وواحد ستة يبا اذا التكلفة هنا شباب كان ستة يبا اذا مين افضل ده ولا ده؟ لا ده الحد لوقتي افضل لان ده تكلفته اعلى طيب واحد يقول لي لا انا هقض مصار كمان جديد همشي اي بي اي زد تمام يبا همشي من اي لبي تمام لأي ثم اوصل بعد كده لزد يطعالوا نشوف كده تكلفة المصار ده هدي اربعة زائد تلاتة سبعة سبعة زائد واحد كام سبعة زائد واحد تمان يبقى احنا شفنا هنا يا شباب او اختبرنا تلات مصارات اقدر اتحرك بيهم من النقطة ايه للنقطة زد مش كده ممكن نتدور كمان على مصار رابع اللي هو اي بي اي زد اي بي اي زد او اي دي ها ممكن ناخد مصارات كمان تجمل لنا طبعا بس طبعا هكون اصعب يعني مثلا تخيل واحد قال لي همشي اي دي اي بي سي زد مصار اه مصار في الاخر وصلني ولكن طبعا القصة بتاعه عالي جدا فلو احنا يعني اكتفينا بالتلات مصارات دول اللي احنا حددناهم هنلاقي ان اقل مصار هو مين المصار ده اي دي اي زد اي دي اي زد ده اقل مصار يبقى ده بسميه شباب ليه الشورت استباس من هنا الهنا 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 يبقى ده الشورت استباس ده يفرق معايا لو انا في شبكة مواصلات في اي تكلفة موجودة شبكة طيران ايا كان يبقى اذا بقدر امثل الروبلن بتاعتي بشكل جراف ثم بجيب ايه بهدفي ان انا جيب ايه بجيب الشورت استباس اللي حقالي اقل تكلفة ممكنة تمام طبعا اتحط الاجوريزمس عشان اقدر احسب الكلام ده لو شبكة معقدة خلي بالكم مش دايما كده احنا هنا عدنا نعمل يا شباب عدنا نجرب مش كده عدنا نجرب المصارات وخد ده اقل مصار وانا خلاص والله هو ده هعتمد هذا المصار هو اقل مصار لكن قد يكون يا شباب عندي شبكة معقدة صعب جدا احو اجرب كل المصارات واخد اقل مصار فبالتالي وضعت الاجوريزمس عشان تحلل المشكلة دي تمام خاصة بالايه بالشرط استباس هنشوف النهاردة واحد فيهم اللي هو داجسترا الاجوريزم داجسترا الاجوريزم يا شباب الاجوريزم سهل وبسيط وان شاء الله هتجدوه جدا وهتستخدموه في حل مشاكل الشورت استباس بيعتمد عليها شباب قال لك لما هتجي تحرك من نقطة الى نقطة اخرى تدور والله كل المصارات من المكان اللي انا في اخد اقل اقل تكلفة يعني لو انا عندي مثلا هديكو بس فكرة عن لو انا مثلا موجود في النقطة هنا دي يا شباب تمام وقدامي اقدر اتحرك بثلاث مصارات قدامي لكن مصار هنا مثلا هيكلفني عشرين مصار هنا هيكلفني تلاتين مثلا مصار هنا هيكلفني عشرة قال لي اخد المصار الأقل في التكلفة طب وصلت الحد هنا اصبح قدامي مثلا مصارين كمان هيكلفني ده مثلا اللي يكن تكلفته خمسين وده تكلفته أربعين هيكلفني اختار اني واحد لا اختار اللي هو الايه التكلفة الاقل اللي انا مشي فيه وهكذا طول ما انا ماشي يا شباب عمال اضيف فيرتكس جديدة اللي هي اتحقق لي اقل مصار موجود تمام يعني دايما ببص كده بيسموه ساعاتي يا شباب الجريدي الجوريزم يعني ببص في المكان اللي أنا فيه انا قدامي في المكان اللي أنا فيه تلات طرق من اقصرهم اخدو ده الفكرة العامة تمام النوعيات الالجوريزم المبنية بهذا الشكل يا شباب بنقول عليها ليه الجريدي الجوريزم طب هنشوف بقى ده بالزاد بيشتغل ازا كده شرحت لكم بما يغني عن اللي احنا نقعد ايه نتكلف الحاجات النظرة دي ازاي الالجوريزم بيشتغل لكن مش هنفهمه ازاي بيشتغل ويجيب لي الشور تستباط غير لما اخد مثال اكيد تمام طب تعالوا كده نشوف الدنيا بتشتغل ازاي كل ده الشباب اللي هنبيقولوا اللي أنا في الآخر بحتاج اخد المينيمم بتاع ايه المصال اللي أنا عايز امشي في تمام طيب تعالوا بقى نشوف اكزامبل عشان نفهم منه ازاي بتعامل بهذا ايوه ادي قدامي مسألة هي شباب ادي بداية بتاعتي هون تمام ده الشكل البداي بتاعي ده ويت الجلاف والمطلوب اني انا اتحرك من النقطة ايه او من المدينة ايه عشان اوصل للمدينة زد بشرط استباط اقل لمصار مبت طب انا هديكم طريقة سهلة بنعمل جدول كده طيب تعالوا نشوف كده ازاي بحلها طبعا زي ما احنا شايفين انا هنا عندي مصارات معقدة يعني ممكن واحد يقول لي يا الله ان همشي A B D Z واحد يقول لي لا ده همشي A C E Z اقول لي لا ده همشي A B الاول وبعد كده انزل على C وبعد كده اطلع على D وبعد كده انزل على Z يبا ازا هنا قدامي كمية كبيرة من المصارات يا طرح ان انا هقعد اجرب بقى كل مصار زي ما عملت قبل كده واخد المصار الاقل لا هنشوف بقى ازاي اتحلت باستخدام هذا الالجوليزم يبا ازا ده هو السؤال بيجي لك كده اللي هي الرسمة دي ويقول لك حدد لي اقل مصار ممكن وتكلفته قد ايه هيكلفني قد ايه واقل مصار في التكلفة طيب اقول لك على طريقة سهلة وبسيطة يا شباب تعالوا كده هنا نعمل زي جدول تمام قادي هنا الا ثم هنا كده نحط جنبها البي ثم نحط هنا الس ثم نحط هنا الدي ثم نحط هنا الا ثم نحط هنا الز تمام حلو تعالوا نبدأ هنا نحط حرف الا تاني تمام ونعمل نسطر كده زي جدول بسيط هادي اول حاجة مقطة اللي هي يطر لو انا مشيت اهو هنا دي اللي هي حرف الا او النقطة الهيئة البداية من الا طبعا ما فيش اي تكلف من اي لنفس النقطة زير طيب انا من اي يا شباب قدامي بقى كم مصار اما من اي اروح للبي او من اي اروح للس مش كده هل في حاجة تانية طيب من الاي للبي يا شباب تكلفتها اي اه والله تكلفتها اربعة جميل من الاي ل ال الس تكلفتها اي تكلفتها اي تكلفتها اتنين من الاي ل design لأ من الاي ل ay لا لد ما فيش وصلة مباشرة من الاي لد ما فيش اتصال مباشر. فبكتب عليها ما لا نهاء. ده السطر الاولاني. تعالوا بقى نبصوا من السطر الاولاني. يا طرى انا في ايه? اروح للبي ولا السي? عند البي باربعة. تكلفته باربعة. وده تكلفته اتنين. طبعا يبقى مين الاصغر? اخد للاتنين. اعلم كده هنا يا شباب على الاتنين. وتبقى دي معايا للمرحلة اللي بعدين. واجرح الاتنين دي بتابع مين? تبع السي. يبقى انا هنا خدت السي. حطها هنا. ونبتدي سطر جديد. ما بين السي والاي? الاي انا عدت عليها قبل كده? اه خلاص. حطت جنبها الشرطة خلاص مش عايزينها. طيب. من السي للبي. هل البي انا عدت عليها قبل كده? لأ. طب من السي للبي قدي يا شباب واحد. مش كده? بس اخلي بالكو هنا حاجة. السي جاية بتكلفة كم اصلا? بتكلفة اتنين. اللي هي الاتنين اللي هنا اللي احنا معلم عليها في الدايلة دي. يبقى السي جاية بتكلفة اتنين. يعني قبل كده? قبل ما اختالي السي. على ما وصلت لسي تكلفت اتنين. طب من السي قلنا للبي تكلفتها دي تكلفتها واحد. مش كده? لكن واحد زائد كام زائد الاتنين اللي هنا? واحد. عشان كده ممكن اكتب واحد. زائد اتنين. تمام? واحد زائد اتنين. طيب. من السي للسي طبعا ما فيش. ما بكتبش حاجة. من السي للسي. خطت شرطة. من السي للدي يا شباب تكلفتها ايه? من السي للدي تكلفتها تمانية. تمانية. وانا كام معايا اتنين قبل كده. يبقى ضروري هنا كام يا شباب? تمانية زائد اتنين. تمانية اهو زائد اتنين. طيب من السي للأي? من السي للأي? تكلفتها كام عشرة? وانا كام معايا اتنين اللي انا بادئ بيهم. يبقى هنا التكلفة كلها ستبقى كام يا شباب. عشرة زائد اتنين. طيب بعد كده من السي للزد يا شباب. من السي للزد. ما فيش حاجة مباشرة. فبالتالي بحط المال نهائي. بعد كده بختار من الصف ده اقل حاجة. هنا واحد زائد اتنين يعني تلاتة. وهنا تمانية زائد اتنين يعني عشرة. وهنا عشرة زائد اتنين اتناشرة. مين اقل حاجة يا شباب? ايوة بالزبط. اقل حاجة هي هنا دي. اللي هي واحد زائت. ليه تلاتة? يبقى باجة اكتب هنا في السطر اللي بعديه تلاتة. والتلاتة ده كان عندنا انه نقطة نقطة بي وابتدي اعمل اخش في سطر بي. تمام? طيب. بعد كده من البي للايه? طبعا الايه عدت عليها قبل كده. فبحط شرط. من البي للبي طبعا هي نفس النقطة فبحط شرط. من البي للسي. السي عدت عليها قبل كده فبحط شرط. طيب. من البي للدي. تعالوا نشوف كده. من البي فين البي اهي. من البي للدي خمسة. مش كده? خمسة. وانا اصلا جاي لحد ما وصلت لبي قطعت تلاتة. يبقى ناتي كام? خمسة زائت تلاتة. نكتبها مرة واحدة. نكتبها كام? نكتبها تماني. طيب. من البي للايه? من البي للايه? مفيش وصلة مباشرة. فبالتالي بحط ايه? مالة نهائية. من البي للزن. مفيش وصلة مباشرة. فبحط ايه? مالة نهائية. كده انا معنديش غير ايه? غير التمانية بتاعة الدي. دي اللي هنزل بها السطر اللي بعدها. اجي اكتب هنا كده تمانية. واكتب جانبيها حرف دي. طيب. من الدي للايه طبعا. ماكتبش حاجة لانا عدت على الايه قبل كده. وعدت على البي قبل كده. وعدت على السي قبل كده. والدي انا لسه فيها. يبقى فاضل ايه? دي للايه. من الدي للايه. مسافة ادي اتنين. التين وانا اصلا جاي بتكلفة تمانية. يبقى نكتب هنا كام يا شباب? نكتب هنا عشر. طب من الدي للزد. بين الدي اهي الدي. من الدي للزد ستة. ستة وانا جاي هنا بتكلفة تمانية. يبقى نكتب هنا يا شباب كام? نكتب هنا. اربعة عشر. مين اصغر حاجة? اصغر حاجة العاشرة اللي هي بتاع تلقي حرب يبقى نكتب هنا كده عاشرة ونكتب حرف Di هنا جنبه ونبتلي سطر جديد طبعا ال اي عدت على is قبل كده حطي جنبها شرطة ال bid عدت عليها قبل كده حطي شرطة السي عدت عليها قبل كده ال d عدت عليها قبل كده lagi عادت عليها قبل كده معاتش فاضل رايي من Il Z من Il Z الذ تلاتة تلاتة وأنا جاي بتكلفة عشرة يبقى كم تلاتتاشر تمام يبقى كده يا شباب تعالوا بقى نشوف المسارات اللي احنا خدناها اللي احنا المفروض علمنا عليها بدواية ها اول حاجة خدته يا شباب اول حاجة خدته سي اول دائرة متعلمة عندي السي يبقى اول حاجة من بعد الاي انا ابتدت من الاي تمام اروح فين للسي من بعد السي علمت بعد كده على مين على الدايرة دي اللي هي تحت البي يبقى بعد السي تيجي البي بعد البي السطف اللي بعد دي علمت على مين على دي يبقى بعد كده اعمل ساهمة كده عند الدي بعد دي السطف اللي بعد دي تعلمت على ايه علمت على الاي يبقى اكتب هنا الاي بعد كده اخر حاجة دي طب عدي السطف الاخير ده اخر حاجة زد. علمت عليها يبقى كده. ده المصار اقصى المصار بالنسبة لي. طب كم تكلفته? تكلفته هو اخر حاجة في السطر انت خدتها. اللي هي انت علمت عليها كام? تكلفته 13. يبزا انا عرفت كده من الشكل ده. ان انا اقرب مصاري المفروض امشي فيه عشان اوصل للشورتس لباس. اللي انا امشي في الاتجاه ده. ايه سي كده. تمام? وبعد السي اطلع للبي كده. وبعد البي اروح للدي. يبقى امشي كده. تمام? وبعد الدي اروح للإي. يعني هامشي كده. وبعد كده اروح فيه? اروح للزل. يبقى ده المصار اللي هالمفروض امشي فيه. بتكلفة كام? بتكلفة 13. لو انت ادورت مش هتلاقي حاجة اقل من المصار ده. عشان كده بيسميه الشورتس. تمام? ده كده ارجو اللي احنا نكون بيه فهمنا الايه? الالجوريزم بتاعنا اللي هو بيجيب لي الشورتس ده شرح للمسألة خلاص اظن احنا شرحناها بما فيه الكفاية.